طيب خليني أتكلم على أفريقيا النهاردة كل الناس عايزة تسمع إيه الأسباب اللي قدت إلى خسارة نادي الزمالك بالطريقة دي يعني دايما المطشاط النهائية في دور الأبطال في أفريقيا المطشاط القوية ما بتخلص تلات تلاتة نتيجة كبيرة جدا يعني تبقى نتيجة قريبة والنهاردة نقدر نقول أن معظم مش هقول الزمالك كوية معظم الناس اللي بتشجع نادي الزمالك وعيزة نادي الزمالك تكسب أفريقيا جالة أحباط فأنا عايز أقول لكم حاجة وبعدين هقول لكم أسباب خسارة نادي الزمالك النهاردة الأسباب الفنية من وجهة نظري بعد ما تفرجنا على المباراة طبعا كلام اللي احنا نقول تلاتة صفر وخلاص ونرمي الفوطة ونستسلم لا كلام ده مرفوض تماما شفنا كتير 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 في مطشاط كتير جدا كان بيبقى الزمالك أو المنتخب أو الأهلي أو كذا مغلوب كتير وبيقدر يرجع يعني أقربها الزمالك السنة دي والسنة اللي فاتت السنة اللي فات في الكونفيدرالية الزمالك كان مغلوب من نجم السحالي خمسة واحد في تونس وقدر يكسب هنا في مصر 3-0 وكان هيكسب 4-0 بعشر لعيبة بعشر لعيبة الزمالك كسب النجم السحالي السنة فات 3-0 بعشر لعيبة بعد ما علي جبر الطرد فاكرين في أول خمس دقائق في المباراة نفس القصة الزمالك كسبان 4-0 لسه من أسبوعين الوداد البيضاوي خسر خمسة كان خسران خمسة واحد وكان هيخرج من البطولة في المغرب ولولا استلي أحرز الهدف الثاني وبقت خمسة اتنين الأمور الحمد لله سعادت نادي الزمالك للنهائي فإحنا وحشين الزمالك وحش الزمالك لعب غلط الزمالك لعب غلط وحقول لكم الأسباب أسباب فنية بقى عشان تفهموا إيه اللي حصل النهار ولكن عندنا مباراة تانية هنا في برج العرب عايزين مئة ألف فلستاد عايزين الأمن يساعد نادي الزمالك إن شاء الله لأن الجماهير كلها تكون موجودة وخلي بالكم لعبة جنوب أفريقيا بتتخضى برضو من الجماهير الكبيرة لازم يبقى فيه تركيز الفترة اللي جاي لازم يبقى فيه معسكر الفرقة بقى تقفل عن نفسها ولازم ما تزعلوش مني مع احترامي كابتن مؤمن سليمان مدرم مميز وعمل بطولاتك وإسهار مع نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ولكن لازم يكون فيه الخبرات اللي هو كابتن محمد صلاح وكابتن إسماعيل يوسف لازم يشاركه كابتن مؤمن سليمان في اختيار التشكيل والطريق أن دي نهاية أفريقيا يا جماعة يعني برضو كابتن مؤمن مدرب كويس قوي وكسب الأهلي وكسب الإسماعيلي وخد كاس مصر وعمل مطشات كويسة جدا وكسب الوداد أربعة بس برضو كابتن مؤمن خبراته كمدرب خارج مصر يعني في المطشات الخارجية شفت أنا مطشين مطش الوداد ومطش النهاردة سانداونز لا يعني محتاج أن يبقى فيه مساندة من الجهاز الفني المعاون كابتن محمد صلاح قبراته كبير